موسيقى مدد لهم الأنباء أهلا بكم تصدت قوة الجيش الوطني الليلة الماضية لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعها شمالية محافظة الجوف وذلك ضمن معارك شبه يومية تشهدها المناطق المحاذية للسعودية وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش كبدت ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العداد والأرواح في تلك المعارك قتل وأصيب أربعة مواطنين إثر انفجار ألغام حوثية مموهة في محافظة الحديدة وفق ما ذكرت مصادر محلية وأوضحت المصادر أن مدنيين اثنين قتل وأصيب اثنان آخران إثر انفجار ألغام حوثية مموهة في حوادث منفصلة خلال الساعات الماضية في محافظة الحديدة تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز من ضبط شحنة أسلحة مهربة في نقطة الشراجة تابعة لقوات شرطة دوريات وأمن الطرق وقال إعلام شرطة تعز إن أفراد نقطة الشراجة ضبطوا شحنة أسلحة مهربة تحتوي على اثنين وعشرين قطعة سلاح وأكثر من ثلاثين صفيحة ذغيرة متنوعة بجانب أسلحة أخرى كانت على متن سيارة في طريقها إلى مدينة المخة أقدم قاض حوثي على الاعتداء على محامية داخل محكمة خاضعة للميليشيا الإرهابية في صنعاء بحسب ما ذكره بيان لنقابة المحاميين وأضحى البيان أن المحامية شرين المريري تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي داخل نيابة غرب أمانة العاصمة صنعاء أثناء قيامها بأداء عملها من قبل عضو النيابة صدام الصياد أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم منحة مالية جديدة تقدر بأكثر من 193 مليون يورو لدعم الفئات الأكثر ضعفا في اليمن وقال المفوض الأوروبي جانيز لنار تشيتش خلال منتدى رياض الإنسانية الدولي إنه سيتم تخصيص 136 مليون يورو لشركاء الاتحاد في المجال الإنساني للمساعدة في تلبية الاحتياجات الناشئة الناتجة عن العنف المستمر والكوارث المفاجئة كما سيتم تخصيص 55 مليون يورو كمساعدات إنمائية للأمن الغذائي الأخبار ننتهت إلى اللقاء